هاريتج انت كالتشر مع دكتر عمد مراد دكتر بيه التاريخ أهلا سهلا فيك نعاد عليك المسيح قام اليوم رح منحكي عن الإيمان الإيمان وأكيد منرجع للتاريخ منحكي عن صليب العجائب وغيرهم بها الزمن هيدا شو محل الإيمان وعم نشوفه مبارح شفنا بهالأسبوع أسبوع الألم وين ما منمشي دكتر قد كان شي حلو فعلا بكل الضيع بكل المدن عم نسمع أصوات الكنيس يعني وكأنه هالشي اللي كان مخصص للناس اللي بيروحوا بيزوروا الكنيسة اليوم الصلاة صارت عم بتزور كل الناس يعني ليه هالقدة صار فيها التغيير يعني قام بدي عيد أول شي حضرتك والأم تيفي وبعيد عائلتي وبعيد كل اللبنانية من منطلق أنه فترة صعبة وبتمرق في حال عيدنا مثل ما حضرتك عم بتقولي بهالطريقة هذه نقطة إيجابية أنه الإيمان بيخلصنا من المصاعب هلأ فيه صراع بهالفترة بين العقل والإيمان مع يحنى بولوستانة تغيرت هالنظرة لا الإيمان والعقل بيكملوا بعض المشاكل بيحل الإيمان وكمان الإيمان بيتدخل بالعقل بعطي مثل صغير مين عطانا العقل مين عطانا نخترع الدواء مين عطانا نحكم العالم مين عطا الإدرة للناس تخترع هو الله يعني العقل بيكمل الإيمان والإيمان بيكمل العقل ما بيتناقضوا مع بعض مثل ما اكتر بفكروا مشان هيك تقريبا بالقرن العشرين صرنا من اي فكرة انه ما بيقدر له العقل او ما بيقدر له الطب بيتدخل الايمان وهيدا الشي حلو عم نشوفه بها الفترة ان شاء الله يكون عبر للي بعاد عن الله واللي بيتباهوا انه بعاد عن الله يكون انه في رسالة من هالموضوع انه ربنا موجود ربنا بيعطي الامل للمنصبين ولا السلمين ربنا بيلعب دوره بهالفترة رمزية البابا رمزية كتير كبيرة عند المسيحيين بالعالم والبابا فرانسيس يعني مش عم بيأثر فينا نقول بانه يعطي هالصورة الحلوة ويرجع يرد الايمان ويكون موجود يعني على سبيل على مثال المسيح بين الناس على الطرقات وين ما كان حد مين ما كان قدام هم هيدا الموضوع وشو هيك رمزية اليوم هيك تصرفات البابا فرانسيس في رمزيتان التواضع اللي هو مشهور فيه البابا فرانسيس وعننا التفكير بالناس يعني هالتواضع عنه ينزل يمشي بأحياء روما يتنقل سارع الأقدام يكون معه هون بكنيسة مارشلو الكورسو عم بيصلي تنقل بقلب روما سارع الأقدام عم بيصلي لحتى يخلص روما وإيطاليا والعالم من هالوباء الخطر هذا السليب المؤدس اللي نقلوه بـ 27 شهر على الفاتيكا على كنيسة ماربوتروس كمان بنا نحكي عنه صعي بالتفكير شو المقصود من هون روما فيه أربع كنائس كبرى عجائبية هي بإدارة البابا مباشرة منهم ماريا ماجوري يلي كمان زارة فيها أيكوني لكواني فيها أيكوني هادينا اليونان البيزنطيين هادينا لروما اللي كوانيين بيني من الصورة وهيدي عجائبية بقلب كنيسة أسرية عريقة جدا مهمة جدا بروما ماريا ماجوري وراح سيرا على الأقضام كمان انتقل لكنيسة مارتشيلو الكورسو اتنينتهم عندهم مغزة تاريخة قبل ما نوصل للصليب المقدس المغزة التاريخة هو التالي كنيسة مارتشيلو هو بابا مارتشيلو البابا رقم 30 بالكنيسة اجا سنة واحدة على الكرسي البابا بين 308 و 309 بعز الاضطهادات الرومانية الوسانية للمسيحيين بعزها كان القتل الاضطهاد الحبس بيكبوا الناس للحيوانات كانوا المسيحيين ما يسترجوا يعلنوا عن مسيحيتهم قد ما يخافوا من القتل مع انه كان فيه ايمان منقطع النظير كتير قوي عند المسيحيين من بيناتهم البابا مارتشيلو البابا مارتشيلو وقت استلم الباباوية كان فيه سنين فراغ ما فيه مركز باباوية قال سنة 308 انتخب مارتشيلو الاول انتخب ولكن المفارقة انه تنتخب واجهه للامبراطور الروماني الشرس واجهه واتهموا انه كافر وقال له انت ظالم ما فيه شي بيخلصك بالمستقبل هو الا ايمانك ما فيه اذا كملت هيك لو قتلت المسيحيين ولو اعتقلتهم ولو سجنتهم ولو شو ما عملت انت كافر لتخلص حالك عم بيقله البابا عم بيقله للامبراطور ياللي كان الامبراطور اسمه يروعوا بالناس لو ما فيه شي بيخلصك الا ما ترجع لالايمان المسيحي الامبراطور كان تردت فعله هو اعتقال البابا ونفيه البابا اعتقلوه ونفوه لا اكتر من مطرح كان ينقلوه ويقال انه تم استعباده للبابا البابا مارتشيلو الاول تم استعباده كيف يعني تم استعباده شغلوه بكذا شغلة مهينة لقله من ضمن هدي مؤرخين لديك الفترة بيحكوا عنا شغلوه بالمراكز اللي فيها تنقلات مثل مركز بيتنقلوا فيه السكان من مطرح لمطرح شغلوه بمزرع على الاحصنة البابا شغلوه بمزرع على الاحصنة وكان ايمانه ثابت ويصلي للمسيحية وطلب من المسيحية بناء الكنائس ويتعمدوا علنا يتزوجوا علنا ويدفنوا موتاهن علنا هاي دي الكنيسة مارتشيلو الكورسو يعني مش معقول كيف منحس انه بايام الصعبة بيزيد الإيمان وبالعكس بيتشبسوا المسيحيين تحديدا بإيمانهم وللأسف خلينا نقول انه لليوم بعد فيه نوع من اتهاض جديد اللي هو الاتهاض الرقمي للمسيحيين وعم نشوف عبر السوشال ميديا يعني عن جد شي مؤسف جدا كيف فيها الإهانات للصليب كيف فيها الإهانات لسيد المسيح لصورة المسيح يعني معنوان يسوع المسيح هو الاتهاض ماتهدوه اذا ربنا كان ماتهد ما علاء اذا احنا اتهدنا باسم يسوع المسيح حتى احنا ما من اتهد لا نحن اتهد اصلا كل الأديان السماوية ما في شي بيشرع للاتهاض والقتل لازم كلها تكون أديان محبة أديان تسعى إلى مساعدة الآخر يا ربنا اذا الواحد بده يؤمن بالله الله محبة ما معقول يكون الله بيدعي للأتل ما معقول مش وردي ما حنا بتخيل العقل البشري يتخيل أنه الله بيدعي للأتل بدعي للاستعباد بيدعي للاحتؤار بيدعي للاهان ما معقول والمسيرة مع الباباوية بتدل هالشي مع الباباوية بيروما كيف يعني المسيرة العجائب اللي صارت بروما وبالفاتيكا بتدل على هذا الموضوع كنيسة ماريا ماجوري العظيمة يعني إذا بدك خليني خبر قصة هالكنيسة العظيمة جداً بين الأربع الكاتدرائيات الكبرى كمان بالقرن الرابع كانت المسيحية تحررت من ظلم الرومان تحررت وصاروا يسترجوا يعمروا كنقسهم بهالعظمة رجال ومرأة ختيارية ختيارية وما عندهم ولاد معهم ما صار بليلة ماش كانوا عم يحكوا الرجال والمرأة شو بديوا يعملوا بمصرياتهم إذا ماتوا لم يم بديوا يورتون ما عندهم ولاد عم يحكوا مع بعض ناموا حلموا بالليل تنينتهم نفس الحلم ظهرت عليهم العظرة بتقلهم إذا محترين مصرياتكم شو بتعملوا فيهم بكرة بتروحوا ع روما هنا التليين بقلب روما بمطرح التلل بتلاقيوا عليها تلج هات تلي بمصرياتكم بتعمروا عليها كنيسة وكان نهار مشمس ومشوب وعيوا الصبح فسروا لبعض نفس الحلم تفاجأوا بس كمان ظلوا عندهم تردد أخذوا موعد من البابا لبراوس راحوا لعنده أخذوا موعد منه قالوله إن إحنا بدنا نعمر كنيسة لأنه حلمنا تنينتنا نفس الحلم بيقلهم البابا لبراوس بيقلهم أنا شفت نفس الحلم أنا شفت نفس الحلم وبتفاجأ أنه إذا تلات حلموا نفس الحلم يعني هادي عجيب البابا كمان حلم حلم نفس الحلم نفس الحلم تنينتهم وأكدوا هالشيء تنينتهم أنه لازم تتعمر الكنيسة ومن نهارتها سمح البابا لبراوس ببناء الكنيسة وبعدها لليوم هذه الكنيسة قائمة مع أنه على روما مرأ حروب مرأ أوبئة عظيمة عظيمة بالمعنى أنه قتلت كثير عالم الناس إيطاليا وروما تعذبت كثير عبر التاريخ رأي أحكز على أول عجيبة عاملة الصليب المؤدس نعم بأبدأ أنا ناطر رد أنوصل لصليب المؤدس سنة 1519 ولعت كنيسة ماريا الكورسو ولعت كلها تهدمت تحولت لرماد باستثناء الصليب الموجود يعني هو الصليب يعود إلى القرن الخامس عشر باستثناء الصليب غريب والصليب من خشب اتدمرت الكنيسة باقي الصليب مثل ما هو حروق بسيطة بعد أن بيني لها هلأ بيقجروا هيا سنة 1519 بيقوم البابا لوون العاشر يلي بيحب العمران كتير بيحب الكنيس هو اللي بنى كاتدرائية ماربوتروس يلي عملت مشكلة بسبب سقوك الغفران هم نحكي عنها فيما بعد وانتا أدول أو البروتستانت كيف عم بيلم مصاري كرمال يمنح الغفران ويعمر كاتدرائية ماربوتروس هم نحكي عنها بالدحلقة خاصة بيقوم بيحب البابا لوون العاشر العمران بيقمر ضغري مباشرة ببناء الكنيسة المهدمة إعادة بناءه وترميمه بعد ثلاث سنين بيضرب الطعون روما بيضربه بس بيضرب روما الغريب ما بيضرب أوروبا هاي الطعون سنة 1922 بيضرب روما بيقوم بيقرر البابا يعتمد على الصليب المؤدس ما زالوا خلص من الحريقة ده الصليب يعني هيدا مؤدس مؤدس بيقدر يعمل عجيب بيقرر يجول بيقل بروما كل يوم يمرق على شارع أو شارعين ويصلوا كيف نعمل هون ده أو يقدر بالصليب النهار اللي انطلق فيه البابا مع عدد من الاخوارنا النهار اللي انطلقوا فيه يبرموا بروما صاروا كل يوم يبرموا شارعين ثلاثة نعم كل يوم الشارع اللي بيمرقوا فيه مع الصليب يشفوا كله من الطعوم 16 يوم توسعت هيدا العجيب دكتر توسعت هاي وسيئة موسقة وببراهين علمية من الأطباء ومن الناس ب16 يوم 16 يوم برموا كل شوارع روما القديمة وب16 يوم تم شفاء جميع المصابين بالطعون وانتهى الطعون من روما سنة 1522 معناتها اليوم عم بي نعمل هالشي أكيد الإيمان حلو معي رافق العلم الصلاة لازم ترافق العلم والبابا فرانسيس هو رأس الكنيسة الكاتوليكية عم ننظله بإيمان وبطقوة وهو كمان عم بيصلي مش بس للمصابين بكورونا يشفوا عم بيصلي للأطباء يكون عندهم القدرة يلاقوا دولة كورونا هون تتقلك أنه كيف الإيمان بيأمن بالعقل والعقل بيأمن بالإيمان لأنه إذا صلينا للأطباء واللي بيشتغلوا بالإدوية يكون عندهم سرعة يكون عندهم علم متطور حتى يكتشفوا هالدواء يعني كمان الإيمان حرك هالمسألة وخلى الناس تشفى بأسرع وقت ممكن اليوم يلي عم نشوفك نعم نحكي كمان من شوي هالهجمة على الصلاة نعم قدي الإنسان بيتأثر بالتاريخ دكتور يعني قدي نحنا اليوم نحنا عم نقرأ عن الأوباء يلي مرأت بالعالم نرجع نتأثر بها العجيب يلي صاير صاريت بها الصلاوات يلي عمالي إذا منقرأ سير تلديسين أو منحضرها على التلفزيون يلي هلأ عم تنحو حضرناها مبارح مبارح دينا حضرنا أبونا يعقوب مع إلي أحواش صديقنا إلي أحواش كانت مميزة أول شي خلت الناس تعرف مين أبونا يعقوب خلت تتآمن أكتر بأعمال الله على الأرض ورسل الله على الأرض خلتنا نلجأ للرسل يلي هن رسل لأله المصدر هو الله كان أبونا يعقوب ما زالك حضرتك في تحت الموضوع أبونا يعقوب دائما يعتمد على الصلاة لأله وإلى أمه مريم العزراء يلي هي كان بتبارك هذه الأعمال دائما يعني كلما تعلقنا بسيار الأديسين كلما شفنا دورهم عبر التاريخ دورهم الأرض ودور الروح الأدس بيزيد إيماننا أكتر نعطي مثل صغير نعم أديسي ريتا نقتلها اثنان ولادة بالطعون كان عندها ولدين هي طلبت هي طلبت طلبت لأنهم سيئين بالطعون هي طلبت هيدا زاد من إيمانة ربنا مرافض لطلبها ما قدرت هي عليهم تغيرهم طبيعتهم البشرية السيئة يلي ورتوها عن بيهم قامت الأديسي ريتا شبست بإيمانة والتجأت للدار وصارت رهبة أديسي وتم إعلانة أديسي بالألف وتسعمية يعني هي تعود إلى الكورون الوسطى تم إعلانة أديسي بالألف وسبعمية والشيء إعلانة طباوية ألف وتسعمية إعلانة أديسي هيدا كل المسيرة الحياتية للأوبئة للأمراض للشر على الأرض بينداوى إلو يا أما العقل يا أما الإيمان وتنانيتهم بيكملوا بعض أو مع بعضهم صحيح أو مع بعض والتاريخ يعني اللي عم نقوله واللي دايما منكرره مع حضرتك دكتور أنه التاريخ هو من قصص الحياة يعني نحن يمكن كنا بالنسبة لقلنا التاريخ هو درس صعب في المدرسة اليوم صارنا عم نشوف أنه التاريخ بيتكرر كتير يعني نحن اليوم التاريخ عم بيتكرر نحن منقول مش عم يتكرر نحن نقول بيشبه بعض أو يتشابه نعم بظروف مختلفة نعم يتشابه وإذا اعتمدنا على التاريخ وهي دي عنا ياها مشكلة بالشرق إذا اعتمدنا على التاريخ إن كان بالسياسة أو بالإيمان أو بالاجتماع يعني بالمجتمع منقدر نطلع من مشاكلنا لأنه التاريخ درس لبناء المستقبل مشان هايك بأوروبا وبي أمريكا أول ما الإنسان يقرر يشتغل بالشأن العام ويفود بالشأن العام بده ياخد دروس خصوصية بالتاريخ والعلوم السياسية إذا كان تاجر إذا كان طبيب شو ما كانت وظيفته وحب يشتغل بالشأن العام بده يكون عنده خلفية تاريخية سياسية تيقدر يبني للمستقبل يتعلم من أخطاء الماضي كل جدودنا اللي غلطه تأوصل لبنان مثلا للي وصلنا له هالوضع السيء لازم نتعلم منه تنقدر نبني المستقبل إن كان تاريخ قديم أو تاريخ وسيط أو تاريخ حديث ومعاصر يعني إذا تعلمنا من أخطاء آخر 30 سنة سياسييننا بآخر 30 سنة لازم نتعلم ما نخطي بالمستقبل القريب نقدر نتعلم نبني بلدنا نقدر نتعلم نطلع من كورونا ونكون امطولة كورونا السيئة بالتاريخ البشرية امطولة جيدة للبنان والبشرية مش بس للعالم للبنان كمان يعني مثلا اللي بدرس علم اقتصاد وجينا حكينا معه هلأ بالموضوع منقول له كورونا عملت هيك هيك بالبلد دغري بيقول لو إنا بنيين وطن اقتصاده قوي بآخر 30 سنة لو عرفنا بنينا وطن ما خلينا لبنان مديون عمية مليار دولار كنا قدرنا وجهنا كورونا بطريقة قوى ولو عملوا أبحاث أكتر طبية ولو صرفوا مصاري لأطباء مش بس بلبنان عم نحكي بالعالم كله ولو تعلمنا من التاريخ شو كان بيمنع مثلا الدولة اللبنانية لو السياسيين آخر 30 سنة قدروا ضبطوا حالهم ما سرقوا ما هدروا ما تركوا الدولة سايبة شو كان بيمنع الدولة اللبنانية يكون معها 100 مليار هلأ تواجه كورونا أكتر والفقر أكتر يعني مش معقولة هلأ نبعت 400 ألف لعائلة فقيرة كنا منكون مدونين لأسمائهم منعرف عم نبعطلهم أصلا مصاري بدون ما يكون في كورونا للفقراء هيدا كان هيدا دور التاريخ علمنا كيف لازم نبني المستقبل وهيدا دورنا أن نتعلم منك حال تاريخ بكتر عمان برد شكرا لإلهاك براكم التابعة مع أول أكسس باي ألين